السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وجهت اليوم الاحد مصالح الدرك الوطني لامن ولاية سيدي بل عباس استدعاء للشخص الملتحي الذي ظهر في مقطع الفيديو امس وهو يعترض رفقة اخرين مرور شاحنة الاكسجين يوم امس السبت وهي في طريقها الى مستشفى تلمسان وقد افاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي انه قد تم سماع المعني والذي يتعلق الامر بالمدعو عزيز بوتيك من طرف الضبطية القضائية ليتم وضعه في الحجز تحت النظر على ان يتم تقديمه غدا امام وكيل الجمهورية وكان قد تجمع امس عدد من المواطنين على مستوى الطريق السياري شرق غرب الفاصل بين سيدي بل عباس وجارتها تلمسان اين اعترضوا شاحنة التي كانت في مهمة لتفريغ شحنة اكسجين بمستشفى تلمسان